الفريق الاول لكرة القدم في الاهل النهاردة كان راحة يمكن مستر مارسل كولر بعد العلقة الشديدة في التدريبات الحياة اللي كانت متتالية وبأحمال عالية علشان يجهز بالفريق يدخل التحديات الصعبة ادى الفرقة راحة النهاردة وهيستقل في التدريب بكرة الثلاث فرقة يتمرن الثلاث ويوم الأربع الصبح يتمرن كمان في القاهرة وبعد كده تقلع الطيارة الخاصة وعلى متنها البعثة اللي برئاسة الأستاذ محمد الجرحي عضو مجلس الإدارة ساعة ثلاثة بعد ظهر يوم الأربع ان شاء الله إلى الجزائر للقاء شباب بالوزداد مساء الجمعة في دوري أبطال أفريقيا البرستاو وصل النهاردة بعد ما انتهى من مشاركته مع منتخب بلادي جنوب أفريقيا في كاس الأمم والجهاز الطبي بكرة ان شاء الله يستقر على حالته كان عانى من إجهاد عضل شوية مع منتخب بلادي لكن الجهاز الطبي الدكتور أحمد جبالله هيشوف الحالة ايه بالضبط وبناء عليها مستر مارس الكولر يقرر اذا كان هيدخل معه برستاو او حيسافر ويكون تحت التجهيز كل القرار متروك لمستر مارس الكولر في ضوء التقرير الطبي كمان اللي حيشمل أليو ديانج نجم الوسط المالي اللي كان ايضا المباراة الودية او المباراة التدريبية الاخيرة خد كادمة شوية كده بسيطة لكن الحمد لله حالته كويسة وما يمنعش ابدا او ما فيش حاجة تمنعه ان يكون ضمن البعثة في الجزائر ان شاء الله بقية اللعيبة من المؤكد انه مستر كولر حيشوف كل الاختيارات اللي قدامه ويختار العناصر اللي مسافرة للاربع ان شاء الله باش منظر نتمنى كل التوفيق لمستر كولر والجهاز الفني واللعيبة والنادي الاهلي طبعا لكن كمان لازم يعني نشيد او نلقي الضوء على تصرف الجهاز الفني لجنوب افريقيا عندما شعر بان اللاعب برستاو مجهد اعفاه من انه مراسم السلام للجواز عشان يلحق بالطائرة ويرجع لشعوره بانه قدم كل ما لديه وعشان ارحته من الجهاز اللي اتعرض له وهو ده المفروض ان يبقى كل الناس اللي تقدر عليه عمله عشان تساعد لعبتك وتساعد انديتها فيبقى الناس ما يباشر هذا بتعارض الواضح في مصالح المنتخبات والاندي جنوب افريقيا عملت بطولة مش بطالة لم يدركها التوفيق والمدهج في الموضوع ان اللاعب الذي اوصلهم الى المباراة التي كادت ان توصلهم الى المباراة النهائية هو اللاعب الذي اخفق واطاح بهم في ضربات الترجيح هو اللاعب الذي عاد وصد ضربتين في اخر ضربتين وربع علشان يعني يساهم في احراز جنوب افريقيا الميدالية البرونزية وطبعا جنوب افريقيا الدولة بقى ايش وقت حاجات كده عشان ما تطلعش من المولد بلا حمص اشتركوا في القناة